قل بالخضوع ونعي ربك ياهو إن الكريم يجيب من نادى واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان لسائله يداه واقصدهم انقطعا إليه فكل من يرجوهم انقطعا إليه كفاه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطل ليس العيون تراه أبدأ بمحكم صنعه من نطفة بشرا سويا جل من سواه أبدأ بمحكم صنعه من نطفة بشرا سويا جل من سواه يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويغفر عنده وفطاه ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعدل على عبد عصى مولاه صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن نظراء والأشباه ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه حجبة أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه حجبة أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه وإليه أذانت العقول فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه شهدت غرائب صنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه طوعا وكرها خاضعين لعزه وله عليها الطوع والإكراه وإذا بليت بغربة أو كربة فادعوا الإله وقل سريعا ياه ما لي إذا طاقت وجوه مذاهبي أحد ألوذ بركنه إلا آه وصلى عليك الله وإذا بليت بغربة أو كربة فادعوا الإله وقل سريعا ياه ما لي إذا ضاقت وجوه مذاهبي أحد ألوذ بركنه إلا آه وصلى عليك الله واختص واجتبى ما لي إذا ضاقت وجوه مذاهبي أحد ألوذ بركنه إلا آه فاقبلت وسلنا بجاه محمد وبمن له فضل لديك وجاه جالسنا على حضر ما أملك الخضر جالسنا على حضر ما أملك الخضر في العجائب الخضر مرحبا فاقبلت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر